النهاردة بيتسو موسيماني قدل بتصريحات محترمة جدا لإزاعة مترو اف ام الجنوب افريقيا قال خلالها ان التعادل في النادي الاهلي بمسابة كارسة ويوم الهزيمة بيبقى حزن شبه الجنائز قال كمان انه سبق لعبت في اوروبا لكن ما شفتش ابدا اللي بيحصل في الدوري وابطال افريقيا وكأس السوبر وقال انه احنا لو لم نصعد لكأس العالم الاندية فانك انتهيت يعني لو انت موصلتش لكأس العالم انت انتهيت قدي عليك وقال انه هو ما بيقدرش يمشي في شوارع مصر من كتر ما الناس بتروح تتصور معاه وقال انه هو ذهب قبل كده في مول يعني مول للتسوق اول ما وصل للكاهرة وما كانتش عارف يمشي وقال على نفسه يعني انه كنت سازق جدا لانه فاكر انه همشي في مول تبقى الامور عادية لكن انا مدير فني للنادي الاهلي فالمدير فني للنادي الاهلي كيات الناس كلها بتحاول تتصور معايا طبعا طبعا يا عمو سيماني انت مدير فني للنادي الاهلي انت لو نزلت من سلم بتكو اتلاقي فيه الافات راحين يتصوروا معايا خاصة انت مدير فني ناجح وكبير حتى من قبل ما تيجي لأهلي كن ليك اسم في القرة الافريقية اسم محترم